في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وما تفرضه إسرائيل من قيود أعلنت وزارة التجارة التركية وقف جميع تعاملاتها التجارية مع إسرائيل اعتباراً من يوم أمس أوقفنا الواردات والصادرات إلى إسرائيل حتى إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة دون انقطار يأتي ذلك بعد أن فرضت تركيا خلال الشهر الماضي قيوداً على تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل على خلفية استمرار المذبحة والكارثة الإنسانية والدمار في غزة ورفض الحكومة الإسرائيلية الإسقاءة لجهود الوساطة الدولية لوقف إطلاق النار لتشكل الخطوة الأخيرة التي اتخذتها تركيا تطوراً في الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بحسب وزارة التجارة مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بالتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطار وخلال الخمسة أشهر الأولى من الحرب تراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل بـ 28% على أساس سنوي مسجلة نحو ملياري دولار واحتلت إسرائيل المرتبة الثالثة عشرة بين المستوردين من تركيا خلال العام المنصر بنحو خمسة مليارات ونصف المليار دولار لتتراجع بذلك قيمة الصادرات التركية عن سبعة مليارات سجلتها عام 2022 وكان إجمالي قيمة التجارة بين البلدين نحو سبعة مليارات في العام الماضي لتستحوذ الصادرات التركية بذلك على ستة وسبعين في المائة من قيمة التجارة البينية ووصل إجمالي قيمة واردات إسرائيل من السلع عام 2023 ما يقرب من واحد وتسعين مليار دولار منها نحو خمسة مليارات دولار جاءت من تركيا ما يجعل الأخيرة خامس أكبر موارد للبلاد اشتركوا في القناة